اقول اي عمل ضرب قوات التحالف قصف السفارة ضرب البعثات الدبلوماسية موكب السفارة البريطانية انضرب تهديدات للعديد هذا مصادرة حق الدولة هذا حق الدولة اللي هو حق الشعب هي الدولة المفروض تتخذ اجراءاتها من خلال الاليات القانونية والدستورية للوقوف ضد او مع اي توجه يمس المصلحة العامة في البلاد وبالتالي كل مدعو الى ترك المجال للدولة خلي تاخذ النظام السياسي النظام السياسي اللي تشكل القوة السياسية هو المفروض يروح يتخذ هاي الاجراءات القانونية ويروح يحاسب الجهات اللي يتقصر في حق العراق بعض الحقوق يحتاج لها صلابة حتى تأخذ يحتاج لها رد عسكري يحتاج لها موقف مقاوم موقف رجولة حتى تأخذ الحقوق نعم عندما تعلن الدولة الحرب هذا من حق الدولة تروح تتحارب ويضحون ابنائها الدولة من قررت أن تحارب داعش ضحوا الشباب العراق وكهول العراق وضحينا بأماننا وبأنفسنا من الدولة علنة الحرب اليوم الدولة ما علنة الحرب هذا حق هذا حق الدولة مو حق اي شخص اخر مو من حق كدتا ولا من حق هانيا روح يسوي لي اي ماذا تسمي ذن هذا القصف اذا لم يكون مقاومة اقول هذا خروج عن اطر الدولة اقول نظام السياسي المفروض ينتبه انه هاي الافعال اللي دايسويها هي افعال غير قانونية افعال تنافي الاعراف الدبلوماسية اليوم من يفكر بالعالم كلها يضرب سفارة امريكية اللي مخضل بالعالم كلته هذه الافعال ربما لها مردودات اقليمية ربما تضرب مصالح اقليمية في المنطقة ربما تدخل في اطر وصراعات لمنافع وليس لاهداف وطنية اشتركوا في القناة